أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المترجم للقناة تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمض قل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ترجمة نانسي قنقر 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 يغشي الليل النهار إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وذرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعطلون وإن تعجب فعجب قولهم أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَاكٍ جَدِيدٌ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأَوْلَئِكَ الْأَوْلَالُ فِي أَعْنَاكِهِمْ وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ حضرin hadrat yang dimulakan peserta yang baru sahaja memperdengarkan bacaan sebentar tadi ialah Puan Puteri Kalimatul Azwa Binti Hamid Wakil Negeri Perak Saudara di antara intisari ayat-ayat yang telah dibacakan sebentar tadi menyatakan betapa kita dapat menyaksikan kehebatan, kekuasaan dan kebesaran Allah SWT yang telah menciptakan pelbagai tumbuh-tumbuhan yang telah diserami dengan air yang sama tetapi berbeza bentuk rasa dan jenis keadaan ini sangat menakjubkan dan mengisafkan bagi orang-orang yang ingin berfikir serta memahaminya hal ini sekaligus akan melahirkan manusia yang benar-benar beriman kepada Allah SWT oleh itu saudara setiap kita berfikiran waras harus berusaha mengkaji setiap ni'mat yang dikurniakan agar menjadi masyarakat yang bertamadun dan maju